بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأفاضل القرآن العظيم كلام رب الأرباب جل جلاله أنزله على النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يعرف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالحق والتزامه أمر ربه فليقرأ كتاب الله فالقرآن الكريم مصدر رئيس لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم العابد ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الخلق الحسن ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم الداعي إلى ربه ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربي أمته ونرى من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذب عن دين الله وهو يحرص على عباد الله ونرى من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لأمته وينصح للبشرية جمعا هذا هو القرآن وهذه علاقته مع سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلذلك لا نقرأ القرآن ونحن غافلين عن استحضار من نزل عليه القرآن أليس الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان متبعاً لما نزل عليه من كتاب ربه وكان طائعاً لخالقه وأن الله عز وجل أثنى عليه بذلك وزكاه هذه التزكية العظيمة فإذاً هذا أمر حقيقة من الأهمية بمكان وعندها عندما نقرأ آيات القرآن بهذا المنهج فإننا نشعر أن هذه الآيات كان يتحرك بها أناس وكان يتفاعل معها أناس وكانت الآيات تتنزل متفاعلةً مع أحداث أناس وهذا الأمر الذي يرفع في أعيننا قدر الجيل الأول والرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا ندرك أن الحياة النبوية كم كان فيها من ذاك التنوع كما قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس فمرةً يدال على قومه ومرةً يدالون عليه مرةً يجد من الألم لما أصابه وأصاب أصحابه ومرةً يجد من الانتصار والفرح بما حقق الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور نقول هذا الكلام مستفتحين به هذه الآيات المباركات التي وقفنا معها من بداية درسنا الماضي في وسط سورة آل عمران وفي ثناياها هذه السورة التي أخذ الحظ الأوفر من آياتها خبروا المجادلة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران ولكن في ثنايا هذا الحدث كانت هناك أمور وأحداث مع فئة أخرى كانت تمثل صورة المجادلة والمنازعة والمدافعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها وفق أمر ربه عز وجل له فيعاملهم مرةً بالنصح والدعوة والترغيب أليس الله عز وجل وصفه بأنه رحمةً للعالمين أليس الله عز وجل كلفه أن يحمل هذا الخير للناس كلهم وما أرسلناك إلا للناس كافةً فلذلك هو يتعامل معهم من هذه البوابة من هذا الأمر من هذا التوجيه الرباني فلذلك لا يتردد أن يأتيهم إلى أماكنهم وأن يدخل دور تعليمهم المدراس وأن يدعوهم إلى الحق وأن يدعوهم إلى تلك الكلمة بكل وضوح أسلموا أليس الدين عند الله الإسلام أليست الكتب التي نزلت على رسل بني إسرائيل وهم أهل إسلام دعوا قومهم إلى الإسلام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الحق ويكلف تكليفًا آخر أن يحفظ بيضة أصحابه وإسلامهم وإيمانهم وهؤلاء لهم علاقاتٌ سابقة قبل بعثته ولهم قرابات ولهم صلة ولهم مصاهرة ولهم متاجرة وهذا امتدادٌ قد يكون بعد مدةٍ من الزمن يكون له تأثيره ويتجدد في نفس الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم مكلَّف أن يحفظ دين أصحابه وهذا أمرٌ كلَّف الله عز وجل به من يتولى أمر المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تولى هذا الأمر وهؤلاء يبثون الشبه إذن يحتاجون إلى موقفٍ آخر قد يكون غير الموقف الأول من الصرامة والحزم والصلابة ورد الشبه وتسفيه الرأي فكيف يحقق هذا ويحقق هذا ثم يجد منهم موقفًا آخر أنه بينه وبينهم عهد وله خصومٌ خارج المدينة وإذا بهم يتصلون خفيةً مع خصومه ويتمالؤون معه فيحتاج إلى موقفٍ ثالث وطريقةٍ ثالثة في التعامل معهم وفق توجيه الله عز وجل له إلى غير ذلك ونرى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كيف يتحاكم إلى حكم ربه وكيف ينقاد لأمر ربه وكيف يلتزم بأمر ربه يأمره باللين فيلين ويأمره بالمجادلة والبيان والمخاصمة فيجادل ويبين ويأمره بالمنازلة والمقاتلة فينازل ويقاتل ويأمره بالرجوع للدعوة فيرجع إلى ذلك وكل ذلك قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه وهو رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن هذا هدي لنا فبأي شيء نهتدي وإذا لم نقرأ القرآن ونحن نستحضر هذا الواقع الذي نزل فيه القرآن إذن كيف سنفهم القرآن وكيف سنعمل بالقرآن وإذا لم ندرس هذا الالتزام بآيات القرآن فما الذي سيحفز هذه النفوس أن تعمل بالقرآن وأن تضحي لأجل أمر القرآن القرآن العظيم وقبل أن نقف مع هذه الآيات ونذكر بقضايا عظيمة جدا حتى نستوعب ما هي المسؤولية التي ينبغي أن نتحملها ونحن نقرأ هذه الآيات كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ما كانوا كبني إسرائيل عندما قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فأقول مما ينبغي أن يبقى دائما وكما مر معنا من خلال سورة البقرة وصدر سورة آل عمران أدركنا عندما وقفنا مع القصة الأم قصة الأب الأول للبشرية كلها آدم عليه السلام وأعطتنا تلك الحقائق الثلاثة التي لا ينبغي أبداً أن ننساها ولا نستغفل بأي إخبار عن تاريخنا على ظهر هذه الأرض أولها أن الأصل في هذا الإنسان أنه مؤمن وليس الأصل أنه كافر الأصل أنه على علم وليس الأصل أنه على جهل بداية الإنسان مع علم عظيم أليس الله أخبرنا في سورة البقرة أن آدم أبهر الملائكة بعلمه بالأسماء كلها ومن الذي علمه الله من كان معلماً بتعليم الله هل هذا يقال أنه جاهل وأن بداية الإنسان على الجهل وكانت معرفته مبهرة للملائكة فإذن هذا أصل عظيم وعرف وعلم أن هذا هو أصله والذي قال أنه كرم بني آدم فهذا من تكريم الله عز وجل له فهذه بداية الإنسان في هذه الأرض مع العلم ومع المعلم بتعليم الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم إذن علم وأخبر الملائكة عن أسماء الأشياء التي هم لا يعرفون فالبداية على العلم والبداية على الإيمان لأن الله أخبر أن آدم كما أنه علم هدي قال فتاب عليه ثم هدى فهو مهدي بهدى الله فمن كان معلما بتعليم الله مهديا بهدى الله هل هذا يوصف بالجهل إذن هذا الأصل الأول في هذا الإنسان عندما نزل إلى هذه الأرض وسكن هذه الأرض هذه بدايته بداية إيمان بداية علم وليس بداية كفر وليس بداية جهل والأمر الثاني أن هذه الفئة المحدودة آدم وزوجه ثم بداية التناسل منهما وبث الذرية فإن قضية العلم والإيمان كانت هي سمت هذه المجموعة الأولى مجتمع عليها فعندما كانت كذلك استحقت من الجليل جل جلاله أن يسميهم أمة لأنهم مجتمعين على هذا الحق على هذا الإيمان على هذا العلم فكانوا أمة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كان الناس إذن الأصل فينا بني آدم الاجتماع أم الافتراق الاجتماع فإذا كان الأصل العلم والإيمان وإذا كان الأصل الاجتماع فالكفر طارئ والأمر الثالث أن هذا الإنسان سبقت إليه تعليما وإرشادا وبيانا شرائع السماء قبل وضع البشر لأي قانون لتنظيم حياة ابن آدم على ظهر الأرض لم يسبق إرشاد بني آدم شيء من وضع البشر لم يسبق قانون السماء وشريعة رب الأرباب فالملائكة كانت تعلم آدم لأن ليس له مثال سابق فكان مهديا بهدى الله والملائكة تعلمه بتعليم الله ثم عندما حدث أولا حراف ومفارقة لهذا الأصل مباشرة نزلت شرائع السماء فليس هناك سابق لهدى الله مقدما لعبيد الله فإذن هذه ثلاثة أمور لا تنسى ولا نغفل عنها ومن يذكر عن أصل بني آدم بغير هذا الإخبار فلنعلم أنه افترى على الله الكذر وأنه خالف ما أخبر الله عز وجل عن أصل بني آدم وبداية وجودهم على ظهر هذه الأرض وهذا كلام الله ولذلك كانت قصة آدم هي القصة الأولى التي تذكر في ترتيب القرآن وهي القصة الأم والقصة الأساس وأخبر الله أن الذي علمه آدم هو هذا الدين الذي هو الإسلام فلا دين عند الله إلا الإسلام وأنه عند من حرف فئة عن الإسلام بعث إليهم من يجدد فيهم الإسلام وهنا في صدر سورة آل عمران يأتي التذكير بهذه الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه ولي أمته ولمن كان في زمنه من أهل الكتاب بأن الدين عند الله الإسلام ثم إذا أدركنا إذن هذه الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو يدعو إلى الإسلام الذي هو دين الله الذي خوطب به جميع المكلفين منذ أن وجد الإنسان إلى يوم القيامة هو هذا الدين الذي هو الإسلام ثم تكلف كل أمة من الشرائع بحسب ما يصلح حالها وقلنا أن بين الأنبياء شيء مشترك وذلك قلنا هذا المصطلح الذي عبر عنه العلماء بقولهم الدين المشترك ما معنى الدين المشترك بمعنى الأمر الذي أمر الله عز وجل به العباد وكلف به جميع الأنبياء أن يبينوه لأممهم وأول هذا الدين المشترك هو قضية الإيمان بالله وحده وقضية توحيد الله جل جلاله وأنه لا معبود بحق إلا الله وأنه لا رب إلا الله ولا حكم إلا الله هذا أعظم الدين المشترك ثم إفراده بالعبادة وأعظم هذه العبادات الصلاة الصيام الزكاة الحج ثم أمرهم بالأخلاق الحسنة فالجميع مأمور بذلك والجميع بلغ ذلك هذا من الدين المشترك وهذا أعظم الدين الدين المشترك أعظم الدين لأن البشر كلهم يحتاجوا ولا يكون لهم صلاح إلا به فإذن هذا أمر يجعلنا نقف مع رسالة نوح ورسالة إبراهيم ورسالة هود وصالح ويونس وإلياس وموسى وعيسى وسليمان وداود على أن ذلك كله خرج من مصدر واحد ويدعو إلى شيء واحد هو الإسلام هو الإسلام فإذن هذا مما ينبغي أن نفهمه ولا يلبس على الإنسان ويختل عنده ميزان النظر والفهم الآيات التي بين أيدينا تعطينا دلالة أمام هذه الحقائق أن أخطر شيء على الدين هو الابتداء في الدين وأخطر شيء بعد الابتداء في الدين هو أن الذين يتعلمون لا يتحرون ولا يبذلون الجهد في أن يصلوا إلى الحق وأن لا يقعوا في الابتداء ما بين أيدينا يعطينا الدلال بكل وضوح الخطر في هذين الأمرين ما الذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه ووصلوا إلى تلك المنزل من سخط الله وغضب الله ولعنة الله ومعاقبة الله لهم في الدنيا قبل الآخرة من بني إسرائيل البداية قضية الابتداء في الدين وأن عامة الناس تعاملوا كالرعاع مع هذا الابتداء وقبلوه وما بذلوا جهدا فيه أن يتحر الإنسان لدينه يبذل كل الجهد حتى لا يخسر قرش ولا يبذل عشر ما بذل لأجل القرش من أجل أن يطمئن على دينه هذه إشكالية هذه إشكالية والنبي صلى الله عليه سلم يحذر أمته أن يكونوا كذلك ويبين لهم ويخبرهم لو كانوا كذلك سيكونون صنفا مبغوضا عند الله والله لا يجامل أحدا بميزانه العادل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأمته يقول إن الله يبغض إن الله يبغض كل جعذري جواق أي إنسان غليظ متكبر إن الله يبغض كل جعذري جواق صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة جاهل صنف لا يحبه الله ويبغضه الله لأنه لا يفرغ من وقته ليتعلم دين الله وكل وقته لا مانع عنده أن يقضيه في الأسواق ولا يعرف من أمر دينه شيء فما الذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه أنهم كانوا بهذا الوصف فإذن فئة تبدل وتبتدع والأخرى تبرر والثالثة تقبل ويضيع الدين بين هذه الأمور الثلاثة بين التبديل وتبرير وقبول وهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل فابتدع أحبارهم إرضاء لكبرائهم وقبل عامته فكانوا على الحال التي وصلوا إليها وأخبر الله عز وجل عنها وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم هذا الحوار والمحاولة في البيان والإصلاح مرة بالترغيب ومرة بالتحذير والوعيد ومرة بالمعاهدة ومرة بالمنازلة علهم يعودون إلى الحق ولكن نجد أن قوة الابتداء وإصرارهم عليه لما كانت هناك أخلاق نفسية تخلقوا بها وما عالجوا أنفسهم منها فالتزموا بذاك الابتداء فهلكوا وكان من أكبر تلك الأخلاق التي ذكرها الله على وجه التفصيل في سورة البقرة وقفنا معها خلق الكبر وخلق الحسد واتباع الهوى ثلاثة أخلاق تخلقوا بها وكان المؤثر في ذلك كله حب الدنيا والتعلق بها فهذه أمور وأمراض جعلتهم يبتدعون ويتمسكون بالابتداء فلذلك قضية الابتداء في الدين خطرها كبير وقضية الجهل وأن الإنسان يتلقف كل شيء وليس عنده أي استعداد أن يبذل من جهدي ليتحرى ويتعلم إشكال عمر رضي الله عن يأتي يتناوب هو وجار نعم عنده بيت وذرية وأهل ومكلف أن يقوم على رعايته لكن هناك أيضا دين فيأتي إلى جاره ويعرض عليه يوم تفرغه للعمل ويوم تفرغه للعلم وكذلك عمر يوم يفرغه للعلم ويوم للعمل فاليوم الذي يفرغ للعمل يقوم عمر بعمله وعمل جاره والجار يذهب يتعلم وإذا ما رجع في الليل يسامر عمر بكل ما تعلم وفي اليوم الثاني ينزل عمر ليتعلم ويتلقى العلم مباشرة وجاره يعمل عمله وعمل عمر وإذا ما رجع عمر في الليل سامر جاره وعلمه بذلك كانوا علماء وهذا الحق في التعليم أمر لا بد أن يقوم به كل من أوتي علمه وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه قال ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفطنون من جيرانهم ولا يتفقهون من جيرانهم وما بال جيران لا يعلمون جيرانهم ولا يفطنون جيرانهم ولا يفقهون جيرانهم والله لئن لم يعلم جيران جيرانهم ويفقه جيران جيرانهم لأعاقبنهم في الدنيا قبل الآخرة ثم نزل من على المنبر اجتمع الصحابة وقد استعظموا هذا الكلام العظيم قالوا من أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء قالوا أراد الأشعريين وهم قوم قراء يقرؤون كتاب الله بإتقان وجيرانهم قوم سقاء يحملون الماء عوام فلا العوام قالوا لي هؤلاء العلماء علمون ولا لهؤلاء الذين حملوا العلم قالوا تعالوا نعلمكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هؤلاء إن لم يفعلوا أن يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة فجاء الأشعريون مسرعين بعد أن بلغهم الخبر قالوا يا رسول الله لقد ذكرت الناس بخير وذكرتنا بشر فذكر لهم ما قال قالوا يا رسول الله أيجب علينا أن نعلم جيراننا هل هذا واجب علينا نحن فرغنا أوقاتنا لنتعلم فهل أيضا نفرغ أوقاتنا لنعلم جيراننا فأعاد عليهم ما قال فأدركوا أن الأمر لا مفر منه قالوا يا رسول الله أمهل ناسنا أعطينا إذن فرصة حتى نقوم بهذه المهمة ورجعوا ورتبوا بينهم ودعوا جيرانهم وبدأوا يعلموهم إذن هذا هو دين الله وهكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول الله عز وجل في هذه الآيات التي قلنا أنه على أرجح الأقوال المخاطب بها اليهود يهود المدينة الذين كانوا يساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في وسط الخطاب لنصارى نجران في هذه السورة في أكثر من مئة آية والخطاب فيما يتعلق بأمر نصارى نجران فتأتي هذه الآيات وتتكلم عن موقف مع اليهود وكما قلنا في سورة البقرة كان الحديث مفصلا عن اليهود ومجملا عن النصارى وفي سورة آل عمران كان الحديث مفصلا عن النصارى ومجملا عن اليهود علل العلماء ذلك أن مشكلة اليهود مشكلة مع قضية الكتاب لذلك جاء تفصيلهم في السورة التي في صدرها الكلام عن الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ومشكلة النصارى من شاءها في قضية الألوهية أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة وسورة آل عمران قضيتها الألوهية فلذلك جاء التفصيل عن خبرهم في هذه السورة الكريم فوقفنا مع الآيتين الأوليين في هذا المقطع الذي كان الحديث فيه عن اليهود وهي قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين هذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي مع هاتين الآيتين والتي بيّنت أنهم أخبر هنا عن ثلاثة جرائم كبرى قاموا بها يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من يفعل هذه الجرائم كيف ينظر إلى نفسه هل من يفعل ذلك يبرئ نفسه أنه مجرم كافر بالآيات قاتل للأنبياء قاتل للآمرين بالمعروف والعجيب أن هؤلاء مع هذا الإجرام ما زالوا يظنون أنهم هم المؤمنون وهم المسلمون من أين أتوا من قضية الابتداع في الدين أن المجرم لا يرى نفسه أنه مجرم إذن هل في خطورة أعظم من هذا الأمر بل ليس فقط أنه لا يرى أنه مجرم بل يرى أنه على حق بل ويرى أنه لن يعذب وأنه سيكون من أهل الجنة والسبب الابتداع في الدين فلما ذكر الله عز وجل ذاك الفعل الذي وفق شرائع الله وفق ميزان الله يستحق فاعله الخلود في نار جهنم فيخبر هذه الأمة بهذا العجب العجاب ويخبر ويبين لهذه الأمة كيف وقع هؤلاء في هذا الشرك فيقول جل جلاله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون خدعهم وخدعوا والغرور هو أن يتعلق الإنسان بالشيء الذي لا يكون ولذلك يسمى الطفل الغر لأنه يخدع وأخذ على غر بمعنه خدع فهؤلاء ما الذي غرهم في دينهم هو ما كانوا يفترون على الدين وما ابتدعوا في الدين وما أحدثوا في الدين أقول والله من يفهم هذا الأمر وخطورته سيدرك بعد ذلك قيمة المنهج الذي يقول له تعلق بالكتاب والسنة ارتبط بالكتاب والسنة تعلم الكتاب والسنة لا تفارق الكتاب والسنة ويصبح هذا الإنسان بعد ذلك نظره ما يمكن أن يغيب عن الكتاب والسنة ويصبح هذا حرصه وهذه رغبته وهذا تعلق قلبه ويشعر بمجرد البعد عن الكتاب والسنة بالخوف أنه يسمع الابتداع ماذا أوقع أناس من قبلنا والله ما يذكر هذه الأمور عبد الله يذكر القصص للعبرة للتدبر للتفكر للتعلم فهؤلاء القوم يكفرون بآيات الله يقتلون أنبياء كما جاء الخبر في يوم واحد في مرحلة من مراحلهم قتلوا أكثر من أربعين نبي قام فئة مئة وقرابة ثلاثين أنكروا عليهم فقتلوهم ثم انتهوا من ذلك يذهبون إلى السوق وما كأنهم فعلوا شيء ثم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودا فإذا خطورة الابتداع عظيمة لا يتهاون الإنسان في أمر البدع أقول والله إن هذا الدرس عندما يتأمله الإنسان والله مهما ذكر ووعظ لن يكون أبلغ من أن يرى خطورة الابتداع في مثل هذا الموقف ويرى شناعة الابتداع في مثل هذا الموقف ويرى وأيضا يجد دافعا قوية أن يلتزم بالقرآن والسنة أعظم من أن يتأمل في هذا الموقف فيقول الله عز وجل ألم ترى أيام محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والرؤية هنا رؤية حقيقية لأن الإخبار عن أناس عايشوه عليه الصلاة والسلام وقلنا في الدرس الماضي ويقتلون النبيين هل المعاصرين له قتلوا الجواب لم يقتلوا بأيديهم ولكنهم لما كانوا مقرين بما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء فشاركوهم في الإثن وتحملوا الوزر وصاروا مثلهم بهذه النية وهي قضية الرضا بما فعلوا الرضا بما فعلوا وعدم التبر من فعل آبائهم الذين قتلوا حقيقة فأصبح الأحفاد كالآباء في الوزر سواء فقوله جل جلال ألم ترى أيام محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نصيبا بعض أهل التفسير قال نصيبا بمعنى حظا قالوا والتنوين يدل على القلة لماذا على القلة لأن ما ابتدعوه وحرفوه جعل ما تبقى من الحق عندهم قليل وجل ما نزل فقد حرفوه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وأيضا قال العلماء في هذا دلال ولننتبه أن ننحرافهم على علم لأن بين أيديهم كتاب فانحرافهم على علم وليس على جهل وهذا أيضا تحذير لهذه الأمة من عنده كتاب الله وكتاب مضمون من التحريف ثم بعد ذلك يتعلق بغيره أليس فيه شبه باليهود يترك كتاب الله ويتعلق بغيره وهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه سلم محذرا وأنه سيكون في أمته لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة إذن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون هنا ولاحظوا عندما قلنا التأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه من الأنبياء يبلغ أمر ربه وهو أمر بالبلاغ لعموم الناس لعموم الناس قال أرسلت للأحمر والأبيض والأسود للجميع والله عز وجل أمره بذلك في كتابه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وللناس كافة فلذلك هو يذهب إلى هؤلاء ويدخل عليهم في بيت المدراس بيت العلم عندهم ويقول لهم أسلموا قالوا ما نسلم ويجادلهم مرة كما جاء في صحيح البخار والحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ليس مرة واحدة بل مرات مرات فمرة دخل عليهم في بيت المدراس قالوا له يا محمد ما هو دينك قال الإسلام قالوا نحن أحق بذلك منك قال كذبتم ومرة جادلوه في إبراهيم عليه السلام قال أخبر أنه على ملة إبراهيم قال إبراهيم يهودي قال كذبتم ومرة سألهم وهذا مما يذكر في سوب نزول هذه الآية قال لهم إني سائلكم هل تصدقوني قالوا نعم قال من يدخل النار أولا قالوا ندخلها ثم نخرج منها وتخلفون نافيها أي أنت يا محمد وقوم فقال لهم عليه الصلاة والسلام كذبتم وفي فتح خيبر بعد أن قدموا له الشات المسمومة دعاهم قال لهم إني سائلكم هل تصدقوني قالوا نعم قال من أبوكم قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال أسألكم هل تصدقونني قالوا نعم قال من يدخل النار أولا قالوا نحن ثم تخلفوننا قال كذبتم ثم قال إن سائلكم هل وضعتم سم في هذه الشاة قالوا نعم قال لما قالوا أردنا أن نعلم إن كنت نبي فلن يضر وإن كنت كذابا ارتحنا منك إذن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحوار مع هؤلاء القوم الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم فإذن قوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم كتاب الله هنا من العلماء من قال المقصود به التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وقيل المقصود به القرآن وأكثرهم على أن المقصود هنا التوراة يدعون إلى كتاب الله أي إلى ما بقي منها مما هو كتاب الله وهنا ما جاء في الأخبار يعني مما يدخل في ذلك إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الإسلام والإيمان به قالوا ليس بعد نبي الله موسى نبي فقال لهم إني مذكور في كتابكم ووصفي في كتابكم فأتوا بالتوراة نقرأها نحن وأنتم ونحتكم إليها فأبوا أن يأتوا بالتوراة وأن يقرأوا ذلك فيها فلذلك يكون الخبر هنا تعجب بمعنى أن الآن هذا النبي يدعوكم إلى أن نحتكم إلى الكتاب الذي بين أيديكم في أمره هو وأنه يقبل منكم إذا لم تجدوا وصفه وذكره في كتابكم فلا تقبلوه ولا تؤمنوا به ومع ذلك يرفضوه لأن ذلك موجود في كتابه ومن العلماء من قال أن هذا في أمر حد جاءوا إليه وجاءوا برجل وامرأة زنيا قالوا يا محمد أحكم فيهما فقال أحكم بما في كتاب الله القرآن وبما في التوراة بالرجم فقالوا ليس في التوراة الرجم قال فأتوني بالتوراة فعندما جاءوا وجاءوا بعالمهم ابن سوريا رجل أعمى فقرئت التوراة فعندما جاء ذكر الآية التي فيها الرجم وضع القارئ يده على تلك ذلك الحكم في تلك الآيات وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالم من علماء اليهود أسلم فقال يا رسول الله لقد وضع يده على آية آية الرجم فأمره النبي صلى الله سلام أن يرفع يده وإذا بالآية مكتوبة في التوراة فإذن هؤلاء يدعون إلى كتاب الله إلى التوراة ويرفضون ثم ثم يدعون أنهم قائمون بالتوراة أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذكر وصفاني التولي والإعراض هل هما وصف هل هما وصفاني لفئة واحدة أو لفئتين على قولين لعلماء التفسير فمنهم من يقول هما وصفاني لفئة واحدة وهم المخاطبين علماء إذن ما الفرق بين التولي والإعراض قالوا التولي يكون بالجسد والإعراض يكون بالقلب يعني أعرضوا قلبا وجواره ومنهم من قال يتولى علماؤهم ويعرض عامتهم ولذلك قال يتولى فريق علماؤهم وهم معرضون عامتهم لا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمعون منه ذلك ما الذي هون عليهم تلك الجرائم وأبقاهم في الشعور بالأمن الابتداء ما هو الابتداء الذي أحدثوه ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودات هذا الابتداء الذي أوجد عندهم الأمن من فعل الجرائم ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار المس واللمس اللمس ملاصقة الشيء مع الإحساس به أما المس فهو مجرد ملاقات الشيء لغيره بأدنى ملامسة مع عدم الإحساس وماذا جعلوا النار معهم لمس أو مس مس إذن شيء خفيف جدا قالوا هذا نصيبهم من النار وأي شيء معدود فهو قليل لأنه منتهي بخلاف الخلود والخلود إذن طويل لأنه لا يعد فلذلك قالوا والدعو قالوا لن تمسن النار يعني مجرد المس إلا ماذا إلا أياما معدودات قالوا أربعين يوما مدة ما نصب العجل بينهم بعد أن ذهب موسى لميقات ربه واتخذ العجل ورجع بعد أربعين يوما وحطم العجل وحرقه ونثره ورماه في اليم عليه الصلاة والسلام قالوا هذه المدة هي مدة الخطيئة وهي التي سيعاقب كل بني إسرائيل في النار هذه المدة وقيل في قول آخر عندهم سبعة أيام قالوا هذا نصيبهم من النار فلما وأيضا هذا أيش أن هذا بسبب خطيئة الآباء ولذلك يقول هذه عقوبة ستقع على كل بني إسرائيل يدخلون النار هذه المدة ثم يخرجون منها واقتنعوا بذلك وتعاملوا معه على أنه دين لذلك قال الله وغرهم في دينهم خدعهم فيما زعموا أنه دين هو ماذا هو ما أحدثوه افتراء وكذبا هذا الذي خدعهم وهذا الذي أوقعهم افتراه علماؤهم وقبله عوامهم وبدأوا يتعاملون وفقه ويتوارثون فيما بينهم ذلك أي فعلهم للجرائم مع الأمن بعد فعلها السبب ما هو ابتداعهم في الدين وافتراءهم فما هي الفرية التي هونت عليهم فعل الجرائم العظمى الكفر بآيات الله قتل الأنبياء بغير حق قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس السبب أنهم اقتنعوا على أن من دينهم الذي أوحى الله إلى نبيهم موسى أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات ولذلك هذا الأمر جاء في سورة البقرة وذكره الله سبحانه وتعالى في تلك السورة المباركة في الآية رقم ثمانين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة أجابهم الله قل أتخذتم عند الله عهد فلن يخلف الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون هل عندكم عهد الجواب لا ولا يستطيعون ثم يذكرهم بالميزان الذي سيحاسبون به لأن هناك كما قلنا ذكرت قضيتهم على التفصيل فقال بعد ذلك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تحاسب إلا بميزان العدل وأما هذا الافتراء الذي حدث منكم والكذب فأين عهد الله لكم فإذا لم تظهروه فليس إلا ما أظهره الله عز وجل وهو ميزانه العادل أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فليس له إلا الخلود في نار جهنم فكفركم وقتلكم للأنبياء وقتلكم للآمرين بالمعروف هذه الأمور العظيمة التي تخرجكم من مسمى الإسلام والدين إلى الكفر فلن يكون من هذه حاله إلا مخلدا في نار جهنم وهنا يقول عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم خدعهم في أمر دينهم ما كانوا يفترون في دينهم فإذا ثم يقول الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كيف تعجب يتضمن التهويل والتعظيم لحالهم في ذاك اليوم العظيم فكيف إذا جمعناهم ويوم القيامة يطلق عليه يوم الجمع كما ذكر الله عز وجل في القرآن وجاءت الإشارة أيضا إلى وصف الجمع في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل فيقول الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه ووفيت كل نفس وفيت أي أعطي كل أحد حقه بالوفاء بلا زيادة أو نقصان كل نفس دل على أن الجزء المحاسب منك هو النفس وهو الجزء المكلف ولذلك لا تنسوا ما نذكر به بين الفينة والأخرى القسم العظيم الذي ما تكرر في القرآن قسم عظيم في مكان واحد إحدى عشر قسم إحدى عشر قسم والله العظيم يقسم بها ليكون الجواب قد أفلح من زكاها أي من زكا نفسه وقد خاب من دساها ليس في القرآن كله أن الله أقسم على شيء كما أقسم على قضية تزكية النفس لأهم لأهمية هذا الأمر إحدى عشر قسم في سورة الشمس وضحاها جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهنا يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ما كسبت ما كسبت ما عملت بإرادتها وباختيارها وبرضاها ووفيت وقال العلماء جاء على المبني للمجهول وفيت قالوا لبيان أن الأمر ينجز بأي سر ما يكون على العظيم جل جلال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلمون بمعنى أنهم لا يظلمون بمعنى أن من أحسن لا يهضم من حقه شيء ومن أساء لا يضاف على إساءته شيء المحسن يأخذ حقه دون أن يهضم من حقه شيء والمسيء يحاسب على قدر إساءته دون أن يضاف عليه شيء فهو عدل لا ظلم فيه لا ظلم فيه فإذن هذه الآيات إذن لي يبقى عالقا في أذهاننا أن ما أوقع هؤلاء هو ابتداعهم في الدين إذن الحذر الحذر أن نبتدع ثم العلاج ما هو نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفارق هما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فإذا أخذنا هذه النصيحة ورأينا هذا الموقف وكيف ظل هؤلاء إذن كم سيكون في ذلك من العبرة لنا وكم سيدفعنا من الحرص على أن نتعلم كتاب الله ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرغ من أوقاتنا لهذا العلم العظيم ولا ينبغي أن يشغلنا عن ذلك أي شيء كائنا من كان فيكون لطلب هذا العلم نصيب من أعمارنا وأي نصيب وأي نصيب نسأل الله عز وجل أن يعلمنا كتابه وأن يفهمنا مراده وأن يعيننا على العمل به وأن يرزقنا فيه الصدق وأن يتقبله منا وأن يجعل هذا العمل مباركا ينفعنا به في دنيانا وفي قبورنا ويوم العرض عليه وأن يكرمنا به ببلوغ الجنات وعلو الدرجات وأن يرفعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يكرمنا بسببه أن يرينا وجهه جل جلال إنه سميع مجيب جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درجه مجيز سوف سوف تعالى مجيز درجه امجيز امجيز هناك سوف لسوف الغ أمجيز قنق